بسم الله الرحمن الرحيم أقسام الحكم التكليفي سبق أن عرفت أن الحكم الشرعي ينقسم إلى قسمين وهما الحكم التكليفي والحكم الوضعي وعرفت أيضا أن الحكم التكليفي هو خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين على جهة الاقتضاء أو التخيير وقد سبق أن عرفت أن الاقتضاء معناه الطلب وأن الطلب إما أن يكون طلب فعل أو طلب ترك وأن كل منهما إما أن يكون جازما أو غير جازم كما عرفت أن التخيير هو التسوية بين الفعل والترك وأن هذين الكلمتين أعطتنا خمسة أقسام القسم الأول طلب الفعل الجازم والقسم الثاني طلب الفعل غير الجازم والقسم الثالث طلب الترك الجازم والقسم الرابع طلب الترك غير الجازم وأما القسم الخامس فهو التسوية بين الفعل والترك وكل قسم من هذه الأقسام الخمسة له اسم في اصطلاح الأصوليين وبناء على ذلك ينقسم الحكم التكليفي باعتبار ذاته إلى خمسة أقسام أولا الإيجاب، ثانيا الندب، ثالثا التحريم، رابعا الكراهة، خامسا الإباحة وفيما يلي بيان كل قسم من هذه الأقسام الخمسة أما الإيجاب فهو خطاب الله تعالى الطالب للفعل طلبا جازما كقوله سبحانه ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا وأما الندب فهو خطاب الله تعالى الطالب للفعل طلبا غير جازم كقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه والذي صرف الأمر هنا عن الوجوب إلى الندب قوله تعالى فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اتمن أمانته ثالثا التحريم وهو خطاب الله تعالى الطالب للكف طلبا جازما كقوله تعالى ولا يغتب بعضكم بعضا وقوله سبحانه ولا تقربوا الزنا رابعا الكراهة وهي خطاب الله تعالى الطالب للكف عن الفعل طلبا غير جازم كقوله عليه الصلاة والسلام من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا أو فليعتزل مساجدنا وليقعد في بيته خامسا الإباحة وهي خطاب الله تعالى المخير بين الفعل والترك كالخطاب المبيح للسعي في الأرض وطلب الرزق بعد الانتهاء من صلاة الجمعة وهو قوله تعالى فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وبتغوا من فضل الله وبتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون أما أقسام الحكم التكليفي باعتبار متعلقاته فنقولك من قسم الحكم التكليفي إلى الأحكام الخمسة المتقدمة إن قسمت متعلقاته إلى خمسة أقسام أيضا والسبب في ذلك أن الفعل الذي تعلق به الإيجاب يسمى واجبا والذي تعلق به الندب يسمى مندوبا والذي تعلق به التحريم يسمى حراما أو محرما والذي تعلقت به الكراهة يسمى مكروها والذي تعلقت به الإباحة يسمى مباحا وفيما يلي تعريف كل قسم والتمثيل له أولا الواجب معناه في اللغة اللازم والثابت وفي الاصطلاح هو الفعل الذي طلبه الشارع طلبا جازما كالصلاة فإنها واجبة لقوله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين والصيام فإنه واجب لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون والحج الذي دل على وجوبه قول الله عز وجل ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ثانيا المندوب ومعناه في اللغة المدعو إليه يقال ندبه لأمر فانتدب له أي دعاه فأجاب وفي الاصطلاح هو الفعل الذي طلبه الشارع طلبا غير جازم ككتابة الدين فإنها مندوبة لقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وقد عرفت أن الذي صرف الأمر هنا عن الوجوب إلى الندب قرينة هي قوله تعالى فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اتمن أمانته أما المحرم ويسمى أيضا الحرام فمعناه في اللغة طد الحلال وفي الاصطلاح الفعل الذي طلب الشارع من المكلف الكف عنه طلبا جازما كقتل النفس المنهي عنه بقوله تعالى ولا تقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق والزنا الذي طلب الله تركه بقوله ولا تقرب الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا رابعا المكروه والمكروه في اللغة القبيح يقال كره الأمر أي قبح ومنه قول الشاعر وإذا تكون كريهة أدعى لها وإذا يحاس الحيس يدعى جندب وأما المكروه في الاصطلاح فهو الفعل الذي طلب الشارع من المكلف الكف عنه طلبا غير جازم كالذهاب إلى المساجد والمنتديات العامة ممن أكل ذا ريح كريه كثوم أو بصل حيث ورد النهي عن ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا أو فليعتزل مساجدنا وليقعد في بيته ومثال المكروه أيضا الجلوس في المسجد لمن دخل من غير أن يصلي ركعتين تحية المسجد حيث ورد النهي عن ذلك بقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين خامسا المباح وهو في اللغة من الإباحة وهي الإظهار والإعلان تقول باح فلان بسره أي أظهره وأعلنه وقد ترد الإباحة بمعنى الإطلاق والإذن يقال أبحته كذا إذا أذنت له فيه ولعلك ترى معي أن المعنى المناسب من هذين المعنيين هو المعنى الثاني ولذلك عرف المباح في الاصطلاح بأنه الفعل الذي خير الشارع فيه المكلف بين الفعل والترك كالانتشار في الأرض بعد الصلاة المدلول عليه بقوله سبحانه فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وبتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون فقوله سبحانه فانتشروا في الأرض هذا أمر والأمر هنا إنما دل على الإباحة فقط ولا يدل على الوجوب ولا على الندب والسبب في ذلك وجود القرينة التي صرفت الأمر من الوجوب إلى الإباحة وهذه القرينة هي ورود الأمر بعد الحظر ومعنى ذلك أن البيع والشراء وقت النداء للجمعة كان محظورا على المسلم محرما عليه وكان واجبا عليه أن يترك البيع والشراء ويبادر بالذهاب إلى المسجد متى سمع النداء للجمعة لقول الله تعالى إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ثم قال الله تعالى لنا بعد ذلك إذا انتهت الصلاة وفرغتم منها فلا جناح عليكم أن تفعلوا حينئذ ما كان محظورا عليكم من الانتشار في الأرض والبيع والشراء والابتغاء من فضل الله قال تعالى واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون